نظمت إدارة التجنيد والتعبئة تابعة للقوات المسلحة احتفالية لعددين من ذوي الهمم بمحافظة كافر الشيخ بعد إنهاء مواقفهم التجنيدية في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الدعم لأبناء الوطن من ذوي الهمم وانطلاقا من المسئولية المجتمعية لتوفير كافة سبل الراحة والتيسير لهم نظمت إدارة التجنيد والتعبئة بالتعاون مع محافظة كافر الشيخ احتفالية بالصالة المغطى بالمحافظة لذوي الهمم وتسليمهم شهادات الإعفاء الطبي لإنهاء مواقفهم التجنيدية وألقى اللواء محمد صبحي مهنة مدير إدارة التجنيد والتعبئة كلمة أشار خلالها إلى اهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة بتوفير كافة سبل الدعم للتيسير على أبناء الوطن من ذوي الهمم واتباع أساليب التطوير التي طليقوا بأبنائنا مما يسهم في تعميق علاقة الترابط بقواتهم المسلحة وألقى اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كافر الشيخ كلمة وجه خلالها الشكر للقوات المسلحة وما تقوم به إدارة التجنيد والتعبئة من جهود خلال دفعها للجان التجنيدية لأبناء مصر من ذوي الهمم لتوفير كافة سبل الراحة وتقديم الدعم المعنوي لهم خلال إنهاء مواقفهم التجنيدية وتضمنت الاحتفالية تقديم فكرات ثنية تعبر عن الصبغة التاريخية لمحافظة كافر الشيخ كما وجه الأبناء من ذوي الهمم ومرافقهم الشكر والتقدير للقوات المسلحة بشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لخدمته لنا وحفاظه علينا وعلى أصارنا وعلى أولادنا ذي الهمم بشكر مسؤولين كلهم أنهم سهلون الموضوع ده لأنه برضو كان فيه صعوبة أن كل الناس دي والناس تعبانة دي تروح المنصورة من طاقة التجنيد وبنشكر وزارة الدفاع أنها أتاحت الفرصة أننا ما نتعبش ونروح أي مكان وكانت الإجراءات بتيسرة جدا فإحنا بنشكرهم جدا على المجودة اللي أملوا معنا نقدم بخاصة الشكر والتقدير للقائمين على العمل والطيب ده ومسائلين المولى عز وجل أن يبارك فيه وأن يجعل بلدنا مصر بلدا أمنا وأمان